اشتركوا في القناة ازائهما وعلى مسارهما تتخذ المواقف وتعقد الاتفاقات والمعاهدات وعلى ضوئهما تشن الحروب وتسهق الأرواح وتبعا لأهميتهما تنشأ دول وتزول أخرى فضلا عن سطوة المال وقوة حركته وفضلا عن القوة المسلحة بأحدث الطرز تبقى الجغرافية ومعالمها وعواملها هي صاحبة السطوة على كل المسارات الأخرى بل إن قوة المال والقوة العسكرية يتحركان تبعا لهم أو تبعا لها بالنسوة إلى قوة الجغرافية أما الدين فقد مر علينا أنه الحاكم في اتخاذ المواقف وسير الحوادث أيضا وأنه يرتبط مع الجغرافية ارتباطا وثيقا لا ينفصل وهو لا ينفصل قطعا عن هذه المسارات وغيرها سيكون محورنا إن شاء الله وعنوان حلقتنا قوتان حاكمتان لكن ابتداء دعوني ورحبا بضيفي الأستاذ رائد السوداني أنا مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا حيائكم أستاذ رائد يعني ابتداء لو أردنا أن نسأل عن تلك الأحداث والوقائع التي مرت بها الساحة في الفترة القليلة الماضية هل هناك علاقة بين الجغرافية والدين والمواقف السياسة يمكن أن نستقرئها من خلال هذه الحوادث نعم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام في البدء أستاذ محمد أولا أشكرك وأشكر القناة المباركة على هذه الاستضافة ولا بد من القول أن الحمد لله على سلامتك بعد انقطاع إثر الوعكة الصحية التي ألمت بك وندعو من الله العلي القدير أن يكلأك بالصحة والسلامة والعافية أشكرك الله الحقيقة أستاذ محمد الجغرافية لها أهمية كبيرة ولها أهمية حاكمة بالنسبة لاتخاذ القرارات السياسية يحضرني قبل أن أدخل في الموضوع قول للرئيس الأمريكي الأسبق ريشارد نيكسون يقول في كتابه الفرصة السانحة إن مواقفنا تنبع من عنصرين المطالب والحاجات فمثلا إن غزت دولة أفريقية مثلا جمهورية مالي غزت دولة أخرى فهذه لا نرتبط بها بحاجاتنا فنطالب دولة مالي أو الدولة الأخرى بالانسحاب لكن عندما يغزو العراق مثلا دولة الكويت فهذه حاجتنا نتدخل ونتدخل بقوة حفاظا على مصالحنا إذن الجغرافية حاكمة بالنسبة للمواقف الأخيرة في أثناء انقطاع البردامج حدث حدثان مهمان جدا يرتبطان بما نحن فيه من حديث الحدث الأول هو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران أوروبا وأمريكا وإيران والحدث الثاني هو نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بالنسبة للحدث الأول اللي هو الانسحاب من الاتفاق النووي قد قيل الكثير من الأقاويل بأن هذا يتبع سياسة شخصية للرئيس الأمريكي ترامب وإنه حماقة من ترامب والحقيقة هي سياسة عامة للأمريكان أولا لماذا؟ لنأخذ طبيعة المنطقة طبيعة المنطقة أستاذ محمد هي منطقة صراع ومنطقة تنافس ومنطقة نفوذ ليس الآن ليس وليدة القرن العشرين بل وليدة الغزوات البرتغالية لمنطقة الخليج الخليج نعم من سنة 1507 ومن ثم جاء البريطانيون ليدعموا تواجدهم ومركزيتهم في هذه المنطقة من سنة 1507 إلى سنة 1814 إلى أن سيطروا على المنطقة سيطرة تامة كل ذلك سميت بريطانيا العظمى أزاي؟ بريطانيا العظمى طبعا هي غزة العالم كلها تعرفة يعني لكن هذه المنطقة لها أهمية بالغة أولا هي امتداد للمحيط الهندي هي تتفرع إلى بحر العرب هي المياه الدافئة التي في القرن العشرين أثناء الحرب الباردة كان الصراع بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا على ما يسمى بالمياه الدافئة هي تعتبر من أكثر المناطق ازدحاما في العالم البحرية بمرور السفن تعرف يعني تقريبا ثمان دول مصدرا للنفط هي تصدر النفط عبر هذه المنطقة العراق ودول الخليج وإيران فهذه منطقة مهمة جدا إضافة إلى ذلك هناك خاصية لهذه المنطقة لأنها تعتبر أيضا جزء من الجزيرة العربية والجزيرة العربية منطلق الحضارة الإسلامية أو منطلق الرسالة الإسلامية وهنا الأمريكان يعيرونه أو الغرب عموما كما ذكرنا في حلقة سابقة قول لصمويل هنغنتون يذكر أن الغرب امتلك كل مناحي العلوم لكنهم يمتلكون عقدة فيما بينهم أن الرسالات السماوية الكبرى الثلاث نزلت في منطقة الشرق مما سبب عقدة لدى علماء اللهوت الغربيين عقدة لدى المستشرقين عقدة لدى الساسة الغربيين ولذلك هذه المنطقة أصبحت محط ومحل اهتمام الغرب وقوة المال الغربية لأنه كما تعرف أستاذ محمد هذه المنطقة فيها استثمارات هائلة من رؤوس الأموال كبريات الشركات النفطية تعمل في هذه المنطقة شركة أرامكو التي تعتبر دولة داخل دولة في أحدى الدول الخليجية شركات أخرى عملاقة تمتلك ميزانيات تفوق ميزانيات دول بكاملها تعمل في هذه المنطقة نعم والخليج كما قلت لك منطقة حساسة بالنسبة للدول كما تذكر لنا الأحداث أنه نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين السلطان العثماني عبد الحميد شعر أنه يجب عليه أن يستند إلى قوة خارجية تعرف هذه الدول عندما تضعف ويدب فيها الضعف دائما ما تستند إلى عنصر خارجي تلجأ إلى عنصر فبحث ووجد أن الألوان نعم لا يهدفون إلى حالة احتلالية في الشرق فتحالف معهم مما أدى هذا التحالف إلى زيارة الإمبراطور الألماني اتفق آنذاك على إنشاء سكة حديد من برلين إلى بغداد وهذه السكة طبعا كانت هي في الحقيقة ليست سكة حديد فقط وإنما هي سكة سياسية وسكة اقتصادية في حقيقة الأمر مما نتج عنه استياء كبير من البريطانيين لكن البريطانيين كانوا مطمئنين إنها إلى بغداد لكن لما أراد الألمان أن يوسعوا أو يمدوا هذه السكة إلى الخليج قالوا للألمان قف هذا أحدكم الخليج لنا نعم لم يوافقوا وحدثت أزمة بين الألمان والبريطانيين حول هذا الموضوع إذن الخليج منطقة نفوذ منطقة تنافس منطقة صراع يعني ملتهبة بين الدول الكبرى فالحقيقة الأمريكان عندما انسحبوا من الاتفاق النووي الهدف الأول هو لا يرغبون بأن يلتزموا بهذا الاتفاق لأنه يلزمهم بالانسحاب من المنطقة استاذ محمد أنت تعرف القضية الفلسطينية تقريبا صفرت الآن صفر أزمة بالنسبة للقضية الفلسطينية هذه قضية السلاح ومصانع السلاح وتدوير عملها مهمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وأنت كما بينا أستاذ محمد هناك صفقات بمئات المليارات من الدولارات للأسلحة فإن أقرت الولايات المتحدة بسلمية الاتفاق النووي الإيراني ستكون ملزمة بالانسحاب من هذه المنطقة كما أن البعبع المخيف للبلدان المحيطة سيختفي مما سيؤثر على مصانع السلاح في الولايات المتحدة وفي الغرب ويؤثر على المشتريات بينما إذا استمر البعبع المخيف بالتالي سيضطر هؤلاء إلى شراء السلاح وهذا يذكرني بحدثين مهمين في بداية نشوء الدولة الصهيونية إسرائيل نعم أبا إيبان الذي مر ذكره في إحدى الحلقات وهو يعتبر مفكر ومستشرق بريطاني ومن ثم تحول إلى وزير خارجية الكيان الصهيوني أو سفير الولايات الإسرائيل في الولايات المتحدة ومن ثم عين وزير خارجية أشار على إبن جوريون أول رئيس وزراء للكيان الإسرائيلي بأنه عليه أن لا يتفق أو يعقد اتفاقية سلام مع الدول العربية لأننا هدفنا التوسع فإن وقعنا اتفاقية مع العرب سنكون ملزمين بالتنفيذ وكذلك لم يناقشوا ولم يسمحوا بمناقشة قضية عودة اللاجئين حتى لا يلتزموا بعودة اللاجئين لأن أيضا هدفهم التوسع واحتلال مدن أخرى من المنطقة العربية نعم سيد رائد يعني خلينا توقف شوي عدة هذه النقطة الآن في هذا الاستعراض الابتداء يعني بالنسبة إلى هذا التحليل ويعني وجهة النظر الأمريكية في المنطقة ووجهة الصراع بشكل كامل لو أردنا أن نتساءل هل أن أمريكا تهيئ مثلا إلى مشروع لاحق يعني ربما يشكل أزمة في المنطقة في المرحلة المقبلة حتى تستفيد من كل هذا العرض الذي تفضلت به نعم قبل الاسترسال في الإجابة عن هذا السؤال المهم لا بد من القول أن المنطقة أيضا فيها منطقة الخليج فيها احتياطي هائل وكبير من النفط واحتياطي وهائل من الغاز طبعا أنت لو تعرف أنه البصرة مثلا منطقة محافظة البصرة تمتلك احتياطيا هائلا من الغاز نعم وأكد لك أن البصرة وضمن هذه الفوضى هي داخلة ضمن معمعات الأزمة لكن كنا نسمع في التسعينات أن منطقة الخليج ربما ينضب فيها النفط خلال مثلا سنة 2020 ولذلك شكل هذا هاجس شكل للبعض نعم هذه المعلومة هاجس لكننا عندما وجدنا بعد حرب الخليج تدافع الشركات الكبيرة النفطية تبين أن هذه هي سياسة اللعبة من أهم العناصر في ديمومة الحياة أستاذ محمد بالنسبة للغرب تعرف الغرب مكائن وطائرات ودبابات هذه كلها تحتاج إلى وقود الوقود من أين تأتي به من هذه المنطقة أكثر كمية تأتي من هذه المنطقة وبسهولة كاملة لأن السيطرة تامة شبه تامة على مجريات الأحداث السياسية في هذه المنطقة أما بالنسبة لكن أستاذ رائد قبل ذلك يعني في خصوص موضوعة النفط أيضا أشاع الأمريكان في تلك الفترة بأن أمريكا تمتلك احتياط هائل من النفط وفي مثلا 2020 آنذاك في 2020 ربما لا تشكل المنطقة يعني أهمية كبرى بالنسبة إلى مصادر الطاقة لما لها من احتياطي كبير كما تدعي أو كما ادعت آنذاك هل هذه المعلمة؟ هي بالفعل تمتلك تمتلك احتياطها من النفط لكن المنطقة العامة هل يمكنها أن تتخلى عنها؟ أبدا أبدا لأنه منطقة الصراع ومنطقة الثانية للشركات العملاقة أين تعمل؟ أستاذ محمد الشركات بالنسبة للدول الغربية هي أحد الأذرع القوية الضاربة بالنسبة للدول الغربية فإذا تخلت عن هذه المنطقة تخلت عن أحد أذرعتها القوية الضاربة يعني مثلا نشوف الشركات قوة ضاربة الاستشراق قوة ضاربة التبشير قوة ضاربة وقد مر بنا كل هذا الحديث يعني عن هذه الأمور فلا يمكن للولايات المتحدة أن تخلق لنفسها مبررا للانسحاب من هذه المنطقة أما أنها تخلق لا بد من إدامة الصراع لا بد لها من إدامة مثلا وهذا شيء مهم مثلا في التسعينيات عندما انتهت الحرب الباردة صدر كتاب لفوكا ياما هذا الرجل هو أمريكي من أصول يابانية أصدر كتاب بعنوان نهايات التاريخ أو نهاية التاريخ يلخص الأمر أنه التاريخ انتهى بانتصار المعسكر الغربي على المنظومة الاشتراكية والشيوعية لكنه صمويل هنغنتون وكما ذكرنا أن نظرية صدام الحضارات هي ليس من متبنيات هنغنتون الأساسية وإنما في الخمسينيات كان برناد الويس هو الذي وضع أسسها الأولى لكن هذا هنغنتون استنهضها للضرورات القصوى أولا إنه إذا توقفت الأزمات وتوقفت الحاجة إلى الحروب وسادة المنطقة الأمن فكيف لمصانع السلاح أن تدور مرة أخرى فجاء وقال أن هناك أيدولوجية أخرى هي في مصافي الأعداء الأقوياء وربما أقوى من المنظومة الاشتراكية وهو الأيدولوجية الإسلامية ومن ثم الكونفوشوسية الصينية لكن أعطى للأيدولوجية الإسلامية القدح المعلّى في العداء بين الغرب والعالم الإسلامي كل هذا يعطينا صورة واضحة وجلية على أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لا يموت بصلة شخصية للرئيس الأمريكي تراب نعم هو يؤمن إيمان كبير بهذا الشيء وقد يسأل سائل وهل أوباما مثلا غابت عنه هذه الصورة أنا أقول كلا لكنه كانت مرحلة أوباما مرحلة انتقالية بالنسبة للولايات المتحدة كما تعرف أستاذ محمد الولايات المتحدة في عهد جورج دابليو بوشي الإبن كانت سمعتها قد وصلت إلى الحضير فجاءت المؤسسة الحاكمة في أمريكا وبرزت أوباما على أنه الوجه الحديث بالولايات المتحدة ودائما الحزب الديمقراطي عندما يستلم الحكوم تكون مرحلته مرحلة انتقالية يعني مرحلة تهيئ لمرحلة أكثر عنفا وأكثر توترا بالولايات المتحدة كما تعلم أن كلينتون كانت أيضا مرحلته انتقالية في التسعينيات لكنه كلينتون صحيح لم يشن حربا قاسية مثلا على أي دولة من الدول العربية نعم ضرب العراق ضربات محدودة ضرب يوغسلافيا لكنه في عهده مثلا هو الذي صدر قانون تحرير العراق أي احتلال العراق في عهد كلينتون من الكونغرس وفي عهده كان الحصار على الشعب العراقي شديدا جدا كما تعلم الحصار الذي ضرب على العراق لم يضرب على السلطة السلطة لم تتأسوا وإنما على المجتمع العراقي فهذا هو تكامل بين الإدارات أوباما لم يكن خارجا عن نطاق المؤسسة الحاكمة الأمريكية بالتالي أستاذ رائد من خلال أيضا نعود إلى السؤال الذي انطلقت منه هل يمكننا أن نشهد صراعا أنت قلت بين الحزب الحاكم بين الحزبيين الحزبيين هو أن الأوديولوجية تختلف بالنسبة إلى الديمقراطية والنسبة إلى الجمهوري فإذا ما أحدثنا المقارنة بالنسبة كما في كلامكم بالنسبة إلى انتقال الرؤساء رؤساء أمريكا لكل دورتين ربما يشهد هدوء نسبي ثم بعد ذلك نشهد تهيئة يعني تصاعدا لما يحققه ما تحققه أطروحة صمائل هنغنتون صدام الحضارات هل نشهد قريبا صراعا في المنطقة والله هو الصراع موجود الصراع موجود والآن مثلا نشوف أستاذ محمد بالنسبة لذا ننتقل إلى جغرافيا أخرى قبل أن ننتقل إلى جغرافيا أخرى أستاذ رائد حديث القدس وانتقال يعني انتقال السفارة مثلا نعم انتقال السفارة البريطانية إلى العفوان الأمريكي إلى القدس هل كان في حسابات مثلا أمريكا آنذاك أنها إذا ما نقلت السفارة ستشهد المنطقة تأجيجا ما يؤدي إلى صراع وبالتالي أنها فشلت في هذه المهمة ولا بد لها يعني من إيجاد سبل أخرى أو من إيجاد مثلا وسائل أخرى لتأجيج الصراع بالنسبة إلى موضوع السفارة هي الولايات المتحدة تهيئ الأمر منذ زمن بعيد نعم وأما نقلها في هذه المرحلة هي بعد أن استطلعت رأي حكام العرب المحيطين بإسرائيل والمرتبطين ارتباط كامل بالولايات المتحدة بأنهم لا يعارضون هذه بل بالعكس هم وثقوا العلاقة مع الجانب الصهيوني شهدنا توثيقا نعم نعم وشهدنا مباركة من قبل البعض نعم نعم وعلاقات وثيقة الآن فهذا من ناحية الجانب الرسمي نعم أما الجانب الشعبي فهذا بحث آخر نعم أنت كما تعرف أستاذ محمد المصر منذ عام 1977 زيارات متبادلة بين الجانب الرسمي المصري والصهيوني لكن على صعيد الشعبي الشعب المصري يرسل رفضا قاطعا هذا التحرك أو الحراك نحو الإسرائيليين وكذلك الشعب الأردني أيضا الشعب الأردني دائما ما يقوم بتظاهرات عارمة ضد ممارسات الصهاينة الإسرائيليين أو ضد ما تقوم به السفارة من نشاط في الداخل الأردني بالنسبة للجغرافية كحاكم مثلا نحن نعرف سوريا وسؤالك حول تأجيج الصراع خلينا ناخذ هذا الفصل أستاذ رائد قبل أن نصل إلى هذه الإجابة ثم نعود لنكمل هذا المحور أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفصل أعزائي المشاهدين هذه عودة إليكم مرة أخرى برنامجكم ظاهرة الاستشراق قراءة وتحليل أهلا ومرحبا بكم ثانية نرحب أيضا بضيفي أستاذ رائد السودان يمع بي ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء أستاذ رائد قبل الفصل سألنا عن هل أن هناك صراعا أو تأجيج لصراع جديد في المنطقة لا يمكن أن نشهده خلال الفترة المقبلة نعم شكرا جزيلا لو تلاحظ أستاذ محمد بالنسبة للمسألة السورية احنا ذكرنا في حلقات سابقة أنه حدث أشبه بتقاسم النفوذ بين الروس اللي هم ونفوذهم على سوريا والأمريكان اللي نفوذهم على العراق كقوة احتلال لكن الأمريكان لشعورهم بخطر كبير على إسرائيل وعلى مصالحها مصالح الأمريكان جاءوا بقوات ووضعوها غرب الفرات في سوريا هذه المنطقة منطقة مهمة جدا بالنسبة للعراق وبالنسبة لسوريا وبالنسبة للأمريكان كيف؟ هذه المنطقة ستغلق امتداد من لبنان سوريا العراق إيران وهذا الذي أطلق عليه أحد الحكام العرب الهلال الشيعي تعرف لو كان هذا الخط الممتد من لبنان إلى إيران مفتوحا ستكون قوة هائلة للمناهضين للوجود الأمريكي لكن جاءت هذه القوات وقطعت أوصال المنطقة حتى تتشتت القوى المناهضة للأمريكان الحديث عن حرب قادمة هذا ما دعا القوى إلى خلق يعني داعش في تلك الفترة داعش واحدة واحد من أهم عناصر الأزمة في المنطقة أو الصراع في المنطقة لكن الآن الحديث يتصاعد بقوة عن حرب مثلا بين حزب الله والكيان الإسرائيلي حتى أن القوات الصهيونية الإسرائيلية تجري ممارسات تحاكي حربا ضروس بين حزب الله والكيان الإسرائيلي كما أن هناك صدام في الأفق بين الجيش السوري الذي يتهيأ لمعركة تحرير درعة مثلا وهذا ما ترفضه إسرائيل وترفضه القوات الأمريكية المتواجدة لأنه درعة تعرف لها خاصية أولا هي طرب الحدود الأردنية وثانيا هي أول من انطلقت منها الأحداث السورية عام 2011 إذن هناك نزاع في الأفق هناك صدام كبير في الأفق لكن يحتاج إلى من يشعل الفتيل الحقيقة وسهل إشعال الفتيل وهم من سيشعلون الفتيل لأنه بحجج واهي كثير كثيرة هي حججهم شهدنا نعم سيد رائد يعني عندما انتهت فترة داعش بما ربما لا لم يكن يتوقعه الآخرون عندما صدرت الفتوى الشهيرة للمرجعية تفاجأ الكثيرون وبالتالي أتى مسؤول ملف الإرهاب الأمريكي آنذاك إلى المنطقة في رسالة إلى أننا لا نخاف وبتنا لا نخاف من داعش لكن نخاف أن تشهد المنطقة صراعا جديدا نعم هذا هو يعني أنهم كانوا يعدون إلى سيناريوهات أخرى بالنسبة إلى صراعات أخرى في المنطقة نعم لأن ورقة داعش احترقت فلا بد من إيجادها لاحظ أستاذ محمد بعد الانسحاب من الاتفاق النووي أصدر وزير الخارجية الأمريكي 12 فقرة كلها تطالب الجمهورية الإسلامية بتحقيقها هذه الفقرات وهذه المطالب كلها تعجيزية تعجيزية يتعرف الإدارة الأمريكية أن الجمهورية الإسلامية لا تنفذ ولا توافق على أي فقرة لكنها تريد حجة للصدام ولذلك الأمريكان حتى أجبروا الشركات الأوروبية على الانسحاب من إيران تصور وصل الأمر إلى أحذية الفريق الإيراني المشارك في كأس العالم المتعاقد مع أحد الشركات الأمريكية للأحذية الرياضية أنهم منعوا الشركة المصنعة من تزويد المنتخب الإيراني بالأحذية وصل إلى هذا الأمر السياسة وصلت إلى هذا الأمر في أمريكا بالتالي سيد رائد إذن هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تدخل في تأجيز الصراع ابتدأنا بالجغرافية حتى لا يتبادر إلى المشاهد الكريم إلى أن عنصر الجغرافية أو فقط يعني عامل الجغرافية هو العامل المهم ربما في تأجيز الصراع الجغرافية وما تضمه من ثروات معدنية وطبيعية وهو أمريكا تحكمها ثلاثية نعم القوة المال نعم الدين نعم الدين أستاذ رائد نعم الدين نحن توقفنا أو مررنا بمفردة الدين افتداء إلى وقلنا في حلقات سابقة أن أمريكا تولي للدين أهمية لكن هذا لم نشهد يعني لم يشاهده يعني الكثيرون بأن أمريكا مثلا تولي إلى الدين أهمية لكن في بداية حديثك قلت أن أمريكا مثلا الدول الكبرى والعظمى يعني كان لديها شعور بالنقص إلى أن الرسالات نعم الثلاثة انطلقت من المنطقة نعم نعم فهل أن الدين يشكل يعني أهمية واضحة بالنسبة إلى مثلا لنقول يعني تبلور العوامل التي تساعد على الصراع نعم شوف الولايات المتحدة الآن تشهد نموا في النزعة الدينية حتى التكفيرية يعني الآن يوجد في الولايات المتحدة أصوليين حتى يعني يشكل في أمريكا منتقدين للحالة الأمريكية الموجودة العامة فيكفروا ويعني يبرروا ما تحدث من حوادث في الولايات المتحدة ويرجعوها إلى غضب الرب مثلا حتى في أوروبا مرات مثلا نشهد الآن انسحابات من اتفاقيات من الولايات المتحدة تجارية مع أوروبا لو تلاحظ استاذ محمد هذه كلها أيضا بعض الجماعات بعض مراكز القوة في أمريكا وهي المهيمنة طبعا ولو أعدادها قليلة لكن مهيمنة مهيمنة لأنها هي تنزع النزعة الدينية ومهيمنة لأنها تمتلك رؤوس الأموال الضخمة وحتى هي التي تمول الحملات الانتخابية للرؤساء وخصوصا الرؤساء الجمهوريين هؤلاء طبعا أيضا يصفون أوروبا بالمتمرد ولذلك هم يهجفون إلى معاقبتها الدين في الولايات المتحدة الآن تصدر كثير من الكتب والبحوث مثلا هذا كتاب اسمه عنوانه قدوم مملكة للصحفية ميشيل جولد بيرك قدوم مملكة تنامي النزعة القومية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية دعيني شوف المشاهد من خلال لا دعيني شوي نزل شوي نعم قدوم تنامي النزعة القومية المسيحية في الولايات المتحدة تتحدث عن جماعة الآن في الولايات المتحدة أستاذ محمد تهيمن على مفاصل مهمة في الحياة السياسية الأمريكية هذه الجماعة لم يتعلموا في المدارس الحكومية وإنما بدأوا أحد القائمين على هذا المشروع في سنة 1984 بدأ بمشروع تعليم الأطفال في البيوت يحرم التعليم في المدارس الحكومية بينما كانت قوانين الولايات المتحدة أنه تمنع التعليم في البيوت وتجبرهم على المدارس لكنه هذا بالقوة الموجودة من خلال الكنيسة والمال استصدر قانون من المحاكمة الأمريكية ومن الكونغرس الأمريكي أنه يبيح التعلم والتعليم في البيوت الكنيسة أصدرت الأمر لا لا هو هذا الرجل يعني له ارتباط بالكنيسة واستحصل يعني موافقة غير رسمية استحصل موافقة رسمية وأصبح الآن قانون رسمي حكومي إنه يبيح للأطفال التعلم في البيوت والآن هؤلاء بالآلاف استاذ محمد ويطلقون على أنفسهم جيل يشوع يشوع بن نون وكما نعرف في التوراة يشوع بن نون هو المساعد العسكري للنبي موسى عليه السلام هؤلاء شوفوا الدقة في في الانتخاب في المفردة جيل يشوع نعم هؤلاء هم المتعلمون في البيوت دولة انضموا إلى الحزب الجمهوري تعليمهم أكثر شي ديني أصولي حتى مثل ما قلت لك تكفيري الأفراد اللي تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء الحملات الانتخابية ينتشرون يروجون للحزب الجمهوري وبدأ الذين وصلوا إلى مراحل عمرية مثلا 30 سنة أدخلوهم في لجان الكونغرس وادخلوهم في كمساعدين لأعضاء الكونغرس الأمريكي وادخلوهم كمتدربين في البيت الأبيض هذه الحالة في الولايات المتحدة هنا كتاب للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عنوانه قيمنا المعرضة للخطر أزمة أمريكا الأخلاقية هذا الكتاب أصدره الرئيس الأمريكي جيمي كارتر طبعا المعروف عن جيمي كارتر هو رجل متدين ديانة مسيحية بروتستانتية حلد التعصر نعم وهو الذي أدخل الدين وترويج الدعاية الدينية في الحملات الرئاسية الانتخابية عام 1976 الآن لو نقرأ نصين من هذا الكتاب سيبرز لنا الحالة في الولايات المتحدة هنا في صفحة عشرين يذكر جيمي كارتر انظر أستاذ محمد نعم على الحياة السياسية في الولايات المتحدة كيف هي الآن نعم في هذه الأيام مشهد واشنطن مختلف اختلافا كاملا نعم وتتقرر كل قضية تقريبا على أساس حزبي صارم وصار استقصاء الحوار العام وسبره في القرارات التشريعية الرئيسية شيئا من الماضي تقريبا والاتفاقات الأساسية تصنع بين أعضاء جماعات الضغط وبين قادة المشرعين طبعا جماعات الضغط وهي الجماعات الدينية والجماعات أو أصحاب رؤوس الأموال ودائما يكون أصحاب رؤوس الأموال هم جماعات دينية أو على الأغلب نعم وتصنع في الغالب ضمن منتديات حزبية مغلقة يكون فيها الانضباط الحزبي الجامد فوق كل شيء وفوق ذلك فإن آداب السلوك الشخصية التي كانت موضع ثناء في مجلس الشيوخ الأمريكي على وجه الخصوص لا تعتبر بعد الآن عظيمة القداسة هذا التدهور في التوافق والتعاون ومشاركة الزملاء السلطة في مجلس الشيوخ هو على الأقل جزئيا نتيجة صعود الاتجاهات الأصولية وتأثيرها الديني والسياسي ولذلك تلاحظ أستاذ محمد لما قرر الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة شوف ماذا صدر هنا جماعة تدعى جماعة صلاة القدس نشر التغريدة حول قرار ترامب بنقل السفارة يقول بارك الله في دونالد ترامب وهو يعرف المبدأ الحقيقي للنجاح وليس أن تكون فاهما لما تعمل وتفهم النظرية والجانب العملي بل أن تكون على الجانب الصحيح من رحمة الرب نعم ومن يبارك إسرائيل يباركه الرب ومن يلعن إسرائيل تطاله اللعنة تلاحظ أستاذ نعم وهنا هذا مستشار ترامب لأمور الإنجليين يدعى جوني مور نعم يقول أظهر ترامب من مرة أخرى لقاعدته الإنجيلية إنهم يفعل ما وعدهم بفعله وهذه راهبة ومقربة من ترامب تدعى بولا وايت يقول يظهر الرئيس ترامب مرة أخرى للعالم ما عرفته عنه دائما وهو القائد الذي يريد فعل ما هو صحيح مهما كانت أصوات المتشككين والناقدين والإنجليون يشعرون بالنشوة نعم لاحظ لأن إسرائيل هي مكان مقدس والشعب اليهودي صديق عزيز علينا نعم وهنا الحقيقة اللوبي الإسرائيلي واللوبي الأمريكي اليهودي نعم لعب دور كبير في وصول ترامب إلى السلطة ولذلك عندما نقول أن نقل السفارة إلى القدس ليس محل أن ترامب والله عجب مثلا أنه ينقل السفارة وإنما هو مثلا جاء بدور واضح جاء نعم جاء بوعود والآن هو هو ما يعني يؤكده أظهر ترامب مرة أخرى أنه يفعل ما وعدهم نعم 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 وأن ما فعله هو الصحيح نعم نعم في القول الآخر نعم مثلا هو هذا يهودي مليادير نعم شيلدون أدلسون قدم لي ترامب 20 مليون دولار لحملته الانتخاب يا صلى الله عليه وسلم نعم إذن لا يوجد شيء في السياسة هو محل نزعة فردية أو محل صدفة أو مصادفة نعم سيد لكن يا سيد راد يعني لكن هذه الجماعة التي التي تحدثت عنها في أمريكا والتي يعني نشأت في تعليم الأطال في البيوت ألا تشكل هذه ربما في عرفهم خروجا عن السياسة أم أنها وجه آخر لإدارة صراع مرتقب لا هم الآن الأمريكان الحقيقة ينزعون إلى الإنكفاء بداعي أمريكا أولا الحقيقة الأمريكان الآن يعني بدأوا يشعرون بأنهم الأقوى بدون منازع طبعا هذه عوامل القوة أستاذ محمد في المجتمعات هي نفسها عوامل الضعف نعم نعم فبالتالي هناك أزمة داخلية في الولايات المتحدة تعرف الولايات المتحدة مجتمع كبير نعم وليس مجتمعا صغيرا ومجتمع مفتوح الآن هذه النزعة الدينية الأصولية التكفيرية أخذت تدق أجراس الخطر داخل المجتمع الأمريكي لكنه هؤلاء المتدينون هم مثل ما ذكرت لك يمتلكون رؤوس الأموال ومن يمتلك رؤوس الأموال في مجتمع رئيس مالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية يمتلك الحياة نعم دعني الآن هؤلاء الرؤساء الأمريكان نعم كيف يتصرفون وكيف ينظرون إلى إسرائيل نعم نعم نحن دائما موضوعنا هو موضوع يتعلق بالشرق نعم لا بد أن نذكر هذه الأمور كارتر يذكر في كتابه عندما كان رئيسا نعم يقول كنت حريصا على أن أفصل مكانتي الرسمية بصفتي رئيسا عن عاداتي الخاصة مع أسرتي في العبادة ولكني عملت خلف الستار مع جيمي إيلين رئيس المؤتمر المداني الجنوبي سادة محمد الرؤساء الأمريكان وخصوصا من عهد كارتر ولليوم هم لديهم مستشارين في الكنيسة يعني بشؤون الكنيسة وخصوصا الكنيسة الأنجيلية البروتستانتية نعم لأنه أكثر الرؤساء الأمريكان هم بروتستانت وحتى عندما جاء الرئيس كندي أحدث ضجة داخلية في الولايات المتحدة لأن كندي كاثوليكي حتى بعضهم قال إذن سنشهد البابا في البيت الأبيض يعني يستنكرون في أثناء حكم كندي وجود البابا في البيت الأبيض نعم فهناك انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية نعم نعم خلف الستار مع جيمي ألن رئيس المؤتمر المعمداني الجنوبي على تطوير ما دعوناه دفع المهمة الجسورة وهو برنامج مؤتمر مجدد صمم من أجل توسيع الجهد التبشيري الإنجيلي الكوكبي للمعمدانيين وصليت في أثناء تلك السنوات الأربع في البيت الأبيض أكثر من أي وقت آخر في حياتي وكانت صلاتي أولاً وقبل كل شيء من أجل الصبر والشجاعة والحكمة لاتخاذ قرارات جيدة وصليت كذلك من أجل السلام لأنفسنا وللآخرين وخصوصاً لإسرائيل ولجيرانها وحين كانت إيران تحت جزر حائلنا سألت الله لهم العودة سالمين إلى الحرية نعم هذا ساد رائد يعني هذا الأمر وقضية الدين وارتباطها بالسياسة بالنسبة إلى الجانب الأمريكي هل هو حقيقة أم مبالغ فيه سألت الله والله أنا رأي هو حقيقة نعم هم الرؤساء الأمريكية هو أصلاً شوف تأسيس الولايات المتحدة كان على أساس ديني طبعاً نحن 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 على أساس ديني على أساس الكتب المحرفة ولمسا على أساس الكتب الحقيقية التي غيبت وإنما على أساس الكتب المحرفة التوراة والإنجيل نعم فهو أساس تأسيس الولايات المتحدة أساس ديني لأنه المؤسسون الذين هاجروا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة هاجروا لأن ملك بريطانيا آنذاك منعهم من أداء طقوس تقريباً توصف بأنها متشددة فوصفوه بفرعون وذهبوا إلى الولايات المتحدة كأه يعني الأرض الموعودة وسموا أنفسهم بشعب الله المختار فإذن هو أساسهم أساس ديني ولذلك حتى كانت هناك نقاشات بين المؤسسين حول الكنيسة هل الكنيسة إذا أعطيناها الحرية ستؤثر على الدولة أم إذا مثلا أنشأت الحكومة كنائس خاصة بها رسمية ماذا سيكون أمر المتدينين فإذن القضية الدينية في الولايات المتحدة قضية راسخة الحقيقة أحسنت أستاذ رادي إذن شكراً جزيلاً هذا ما سمح به الوقت شكراً جزيلاً لك على ما تفضلت به من حسن الإجابة كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكراً ونواصلون إليكم ونلقاية أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة